المفوضية الأوروبية وافقت هذا الأربعاء على ضخ نحو 37 مليار يورو لتمويل المصارف الأسبانية الأربعة المؤممة شرط استغنائها عن آلاف موظفيها وأغلاق بعض فروعها التمويل سيتم من قبل الآلية الأوروبية للاستقرار المفوضية الأوروبية وافقت هذا الصباح على إعادة هيكلة أربعة مصارف أسبانية المفوض الأوروبي للمنافسة قال المبلغ سيعادل 37 مليار يورو لتأكد من أن المصارف ستكون قادرة على الاستمرار على المدايين المتوسط والطويل دون الحاجة إلى أي مساعدات مصرف بانكيا وهو المصرف الأكبر بين المصارف المؤممة سيطلق حزمة بقيمة 18 مليار يورو ما يقارب حجم مجموع الحزم المقرر ضخها إلى المصارف الثلاثة الأخرى وهي كتالونيا، نوفا جالسيا وفالانسيا مصرف فالانسيا وهو الأصغر بين المصارف الأربعة سيتم تسويقه إلى المصرف المقرد كايشا بانك فيما يتعين على المصارف الثلاثة الأخرى أن تقلس ميزانيتها العمومية بمعدل 60% في السنوات الخمسة المقبلة مصرف بانكيا أعلن أنه سيستغني عن 6000 موظف أي ما يعادل ربع قوته العاملة موسيقى موسيقى موسيقى